السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا أول حاجة النظرية الكنزية بتنسب إلى الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبريج البريطانية كينز بيؤمن بمبدأ يبقى مرونة السياسة المالية والموازنة العامة للدولة يبقى عكس الكلاسيك كانوا بيؤمن بمبدأ حياد الدولة وحياد السياسة المالية والتوازن السنة والموازنة ولكن كينز اختلف معاهم لأنه بيؤمن بمبدأ مرونة السياسة المالية ومرونة الموازنة العامة للدولة أيضا طيب هنقول كده أدت ظروف الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين إلى إعادة النظر في مبادئ النظرية الكلاسيكية يبقى الكساد العظيم اللي حصل سنة 1929 هد المبادئ الكلاسيكية لأن الكساد اللي حصل كان هناك زيادة في العرض الكلي وانقصور في الطلب الكلي كان هناك قصور أو انخفاض في الطلب الكلي ولم يحدث التوازن التلقائي لم يحدث التوازن التلقائي الذي أقرته النظرية الكلاسيكية يبقى ده هد مبدأ التوازن التلقائي بين العرض الكلي والطلب الكلي ومبدأ حياة السياسة المالية والتوازن السنة والموازنة يبقى عندما أدت ظروف الكساد الكبير كساد الكبير سنة 1929 ده هد مبادئ النظرية الكلاسيكية فجاء كنز بأفكاره اتنصرت سنة 1936 في كتابه النظرية العامة للتوظف والفائدة والنقوط وهذا الكتاب جاء كثورة على النظرية الكلاسيكية طيب لم يكن كنز اشتراكيا ولكنه لم يتردد في توضيح العيوب التي يعاني منها النظام الرأسمالي القائم على أليات السوق الحرة بهدف القضاء على النظام الرأسمالي وإنما كنز عايز أقولك ساعتها لما هجم عن النظرية الكلاسيكية التي تؤمن بالنظام الرأسمالي لم يكن اشتراكيا ولكنه لم يتردد في الدفاع عن النظام الرأسمالي بهدف حمايته من زحف النظام الاشتراكس في الوقت ده يبقى كنز لم يكن اشتراكيا بل كان يدافع عن النظام الرأسمالي وعشان كده وضح عيوب طيب كنز قال أن النظام الرأسمالي هناك ميل داخل النظام الرأسمالي وعرضه لعدم التوازن ينبع من أليات ويعني النظام الرأسمالي في ذاته فيه ميل بيحدث بشكل دوري فيه أزمات اقتصادية فيه بيزن السايكل فيه دورات اقتصادية في مرحلة الكساد بتكون قوى العرض الكل أكبر من قوى الطلب الكل يعني في الكساد بيبقى الطلب الكل أقل من العرض الكل معناه إنه هناك فائد عرض يظهر في صورة طاقات عطلة وبطاف هتتدهور الأسعار لما يبقى بيحصل سابلاي أو فائد في العرض الكل هيحصل بطالة والأسعار هتقل ومعدلات الربح تتجه إلى الانخفاض ويتجه الميل للإستثمار نحو التراجع يبدأ الميل للإستثمار نحو التراجع لأنها تقل الكفاء الحدي الرأسمالي اللي سميها كنز اللي هي الربح المتوقع من المشروع أما في حالة وصول النظام للتوظف الكامل خلاص لو السيستم بقى وصل للفول فإن خطر التضخم يلوح في الأفق إمتى يلوح في الأفق إذا ترأت أي زيادة في الطلب الكلي ويكون هناك فائد طلب يدفع الأسعار نحو الارتفاع ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني كنزي بيقول النظام الرأسمالي فيه مدخله من آلياته معرض للكساد ومعرض للتضخم يعني مش فيه توازن على طول في الدورة للتصديقة أوقات بيحصل للتضخم أو أوقات بيحصل الكساد وبالتالي بقى هو بيبرر هنا لتدخل الدولة يبقى إذن كنز أثبت أثبت كنزه أن النظام الرأسمالي يعجز أن يولد من ذاته وبطريقة تلقائية سبل إنعاشه والقضاء على البطالة في حالة الكساد النظام الرأسمالي صعب يعالج نفسه في حالة الكساد أو سبل تجنبه خطر التضخم وهو يمر بمرحلة التوزف الكامل برضو لو وصل للتوزف ما فيش آلية هتبعده عن التضخم وبالتالي يرى كنزه أن الدولة هي الجهاد القادر على أن يلعب دور الموازن في الطلب الكل حلو قوي طالما أن هناك كساد ورواق اللي هيثبت الدور ده وهيعدل الميزان أو رممت الميزان هنا هتكون الدولة يبقى لازم الدولة تتدخل في الموضوع طب هيحصل إيه بقى هتتدخل تعمل إيه قالك في حالة الكساد تعمل الدولة على اتباع حزمة من السياسات المالية والنقضية التوسعية يعني هتدي حقنة للارتصاد جرعة منشطة منشطة لإيه لزيادة حجم الطلب الكلي الفعال كنزه سمال طلب الفعال والأهم في هذه الحالة هو زيادة حجم التوزف والإنتاج أهم لو إحنا في حالة كساد المهم عندنا الإنتاج يزيد والشغل الناس تشتغل والإنتاج يزيد حتى لو أدى ذلك إلى خلق عجز في الموازنة العامة للدولة يبقى كنز الأولوية لزيادة حجم الانتاج والتوزف لو إحنا عندنا كساد يبقى لازم نرفع حجم التوزف وحجم الانتاج وبأي طريقة حتى لو ده عمل عجز في الموازنة أو خلق عجز يبقى نسده بعد كده بس المهم لهذا في الأول بالنسبة له التوزف والانتاج طب في حالة التوزف الكامل الإقصاد وصل بقى للتوزف الكامل وجميع موارده مستغلة فدور الدولة هنا هيحمل إيه فعليها أن تتبع مجموعة من السياسات المالية والنقدية الإنكماشية التي تعمل على امتصاص فائد الطلب الكلي لو حصل بقى أن الطلب الكلي هيعلى عن العرض الكلي فهياخدنا ناحية التضخم فدور الحكومة هي سياسات كماشية تمتص فائد الطلب عشان ما يعملش تضخم حتى لو أدى ذلك إلى وجود فائد في الإيه يعني حتى لو اترك الحكومة تفرد ضرائب عالية وهذه الضرائب عملت فائد في الموازنة ما بيش مشكلة أن نعمل فائد في الموازنة بهدف امتصاص فائد الطلب وبهذا الشكل فإن كنز يرى أنه ليس من المهم احترام مبدأ التوازن السنة وللموازنة العامة للدولة يبقى المبدأ ده مش مهم نحترمه وإنما المهم هو توازن الموازنة على مدار الدورة الاقتصادية بأكملها الدورة الاقتصادية يعني الرواق والكساد يبقى فيه توازن لأنه في وقات الكسادة يحصل عجز ووقات الرواق يحصل فائد المهم على مدار الدورة الاقتصادية كلها يكون فيه توازن وأن عجز الموازنة يمكن أن يكون مفيدا مدام يقترن بزيادة في مستوى الانتاج والتوزف يعني كنز قال لك ممكن طالما بتعمل عجز في الموازنة يعني طالما بتقترد وبتعمل عجز في الموازنة وبالتالي بتقترد بس الاقتراد ده بيزود الانتاج والتوزف ما فيش مشكلة والنقطة دي اللي مسكت فيها بقى الحكومات قالت لك لا ده أنا باقتردش يبقى المبرر النظري لزيادة الدين العام جه من هنا خلص أنا بقترد بس الاقتراد ده بيروح لزيادة الانتاج تمام؟ يبقى بدأت الحكومات تبرر عجز الموازنة وتبرر الاقتراد بأن الاقتراد يوجه إلى زيادة الايه؟ الانتاج يبقى كنز هو الذي قدم المبرر النظري لزيادة الدين الايه؟ العام وطبعا ما كنز ما قال لهمش كده ولكن هما توسعوا بطريقة غبية في موضوع الدين العام يبقى كده نجح كنز في أن يبدد الخوف الذي كان ينتابه الاقتصاديين الرأسماليين من التدخل في النظام الحكومي كل الاقتصاديين كانوا خايفين من تدخل الدولة ونجح في إخناع صناع السياسة في أن تقوم الحكومة بدور فعال في الاقتصاد وبذلك قدم كنز التبرير النظري لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأعطى الموازن العام للدولة والسياسة المالية والنقضية أهمية محورية في إدارة وتوجيه النشاط الاقتصادي وأهالة تراب على الفكر الكلاسيكي الذي يحارب تدخل الدولة ويقدس مبدأ حياة المالية العامة والتوازن السنة وللموازنة العامة للدولة يبقى كنز كده رمى كل الفكر الكلاسيكي في الزبالة وقال لهم كل الكلام ده ما ينفعش مالوش اي لازمة طيب هل كنز هو الوحيد اللي تكلم في الماضي ده لا فيه ناس جم يؤيدوا الفكر الكنزي وتدخل الدولة ويؤيدوا مبدأ الكنزي منهم ألفن هانسن ألفن هانسن صاحب نظرية المالية المعوضة ألفن هانسن ده بيقول ايه ده بيقول ايه دعا ألفن هانسن إلى ترك مبدأ توازن الموازنة العامة للدولة واتباع مبدأ المالية المعوضة اللي هي الكمبنثاتوري فينانس قال لك ايه فالحكومة تعتبر قطاع مستقل في انتاج السلع الخاص حكومة قطاع مستقل والانفاق الحكومي الممول عن طريق الاقتراض يزيد من مستوى الدخل القوم قال لهم لو انفاق برضو الحكومي لو انت اقتردت عشان تمول انفاق ده هيعرف عن مستوى الدخل القوم والمهم ليس حجم الدين العام المطلق ولكن الاهم هو نسبته للدخل القومي يعني زين بالزبط كده ده ألفن هانسن ب tropical عمل مبدأ تاني قال لك مش مهم الرقم المطلق للدين العام المهم نسبته للجي دي بي وده اللي شغال به المبدأ اللي شغال به سندوي النائدة الدول بيقول لك طالما الدين العام مش مهم الرقم مطلق قد ايه المهم نسبته للجي دي بي في الحدود الامنة وده اللي الحكومة في مصر بتعمله في برنامج الإصلاح الابتصال تقول لك أنا بقلل الموازنة عجز الموازنة والدين العام بقلله كنسبة من الناتج مش كرقم مطلق مش مهم الرقم المطلق قد إيه يبقى اللي أقدم الفكرة دي هو ألف هنزم طيب المالية المعاودة إيه ما بديقها في المالية المعاودة قال لك في حالة البطالة الحكومة تعمل إيه في حالة البطالة مشكلة أن البطالة أن الطلب الكل أقل من عرض الكل يبقى الحل هنا في رفع مستوى الطلب الكل إلى التشغيل الكامل يبقى لو إحنا عندنا البطالة البطالة معناها أن الطلب الكل أقل من مستوى التشغيل الكامل فالحل أنك تزود الطلب الكل هتزوده إزاي بقى قال لك أول حاجة زيادة الانفاق الحكومي على السلع والخدمات اللي هو الاستهلاك العام الحاجة التانية هتعمل زيادة الانفاق التحويلي اللي هي الدعم والإعانات تالت حاجة تخفيض الضرائب. الثلاثة عناصر دولة هيعملوا ايه؟ هيعملوا زيادة في الطلب الكلي لغاية ما تصل بالطلب الكلي الى مستوى التشغيل الكامل. وممكن تستخدم الادوات دي اداء اداء لوحدها او ممكن اداتين مع بعض. حالة التضخم هيحصل العكس تضخم معناه ان الطلب الكلي اكبر من مستوى التشغيل الكامل يبقى انت محتاج هنا تخفض مستوى التشغيل الكلي او تمتص فقد الطلب وترجعه المستوى التشغيل الكامل هتعمل عكس اللي فوق. هتخفض الانفاق الحكومي على السلع والخدمات وتخفيض الانفاق الحكومي على الدعم والاعنات وزيادة الضرائب. وممكن تستخدم الادوات دي مع بعضها او اداة واحدة. يبقى في حالة البطالة هنعمل حالة البطالة هنعمل زيادة في الطلب وحالة تضخم نعمل تخفيض للطلب. طب حالة الاستقرار الاقتصادي بقى. يعني ايه دور الدولة لو الاقتصاد مستقر. الطلب قد ما فيش لكساد ولا فيه تضخم. قال لك يتمثل عدد في السياسة الاقتصادية في هذه الحالة في تحقيق معدل مرضي من النمو. يبقى لو الدنيا مستقرة يبقى الحكومة لازم تشتغل على معدل مرضي للنمو معدل معين. وتطلب ذلك تحقيق او ايجاد نوع من التوازن بين الاستهلاك والاستثمار بحيث لا يسبق احدهم الاخر او يتخلف عنه الامر الذي يؤدي الى نقص الطاقات الانتاجية او حدوث الركود الاقتصادي. يبقى دور الدولة ان هي توازن بين الاستهلاك والاستثمار بحيث ما مش واحد يسبق التاني او يقل عنه ليه؟ عشان ما ندخلش في ركود وكذلك فان هذا التوازن بين الاستهلاك والاستثمار يعني عدم زيارة احدهما او كلايهما معا يعني ما يزدوش بطريقة كبيرة قوي بشكل ينتج عنه افراط في الطلب وحدوث حالة من التضخم الاقتصادي. يبقى دور الحكومة في حالة الاستقرار هو تحقيق معدل مرضي للنمو والتحقيق التوازن بين الاستثمار والاستهلاك بحيث لا يعملوا تضخم ولا يعملوا كسات ايضا عندنا ابا ليرنر والمالية الوظيفية ابا ليرنر دوت ده اقتصادي اريدا نادى بمبدأ اسمه المالية الوظيفية ابا ليرنر ده بيقول ايه؟ تعارض المالية الوظيفية هنا التي عرضها ليرنر مبدأ توازن الموزن السنوي وكذلك على مستوى الدورة الاقتصادية التي تقررها المالية المعاوضة وتوفر ثلاث قوانين يعني ابا ليرنر قال لك بص ولا عايز توازن سنوي في الموزنة ولا حتى توازن على مستوى الدورة الاقتصادية بقى مش عايزين توازن في الموزنة خالص المهم ايه؟ قال لك فيه ثلاث حاجات القانون الاول من قانون المالية الوظيفية يقول لك تعديل مجموع الانفاق الكل الانفاق في الدولة كله الانفاق تعديله ليه؟ للقضاء على تضخم والبطالة يبقى الحكومة بتلعب في المجموع الكل للانفاق عشان تتعالج حاجتين التضخم والبطالة والأدوات المستخدمة للدولة هنا عشان تعديل مجموع الانفاق هي الانفاق العام والايه؟ والدرائب باعتبارا الانفاق العام جزء من الطلب الكلي فتستخدم النفاقات الحكومية عندما يكون المجموع الكل للانفاق منخفضا يعني لو المجموع الكل للانفاق التوتال اكسبنديتشار دول أقل لو كان منخفض فالحكومة هاتستخدم النفاقات الحكومية امتى؟ يعني تزود الانفاق لما يكون الانفاق الكل منخفضا بينما تستخدم الضرائب عندما يكون المجموع الكل للانفاق مرتفعا يعني لو المجموع الكل للانفاق منخفض يبقى نزود النفاقات ولو مرتفع أن يزود الدرائب وفي الحالة الأولى يمكن للحكومة أن تقترض الفرق بين الانفاق الحكومي وحصيدة الدرائب يبقى هي لو عاجت زود الانفاق عشان توصلوا لمستوى التوزف الكامل ممكن تقترد الفرق بينما في الحالة التانية لو هي عايزة تقلل الطلب الكل ترجعه تاني المستوى التوزف الكامل يبقى هتزود الضرائب طيب هتزود الضرائب هيجي لها ضرائب اكتر فممكن تستخدم الضرائب دي في سداد القروض اللي هي اقتردتها قبل كده يبقى المهم ان احنا نزبط المجموعة الكل للانفاق علشان نحرب التضخم والكسر طيب القانون التاني قالك برضو تعديل حيازة الجمهور من النقود ومن السندات الحكومية لتحقيق سعر الفايدة المرغوب فيه للاستثمار والادوات المستخدمة لتحقيق ذلك هي الاقتراض الحكومي وتسديد القروض يبقى الحكومة هتقتلد وتسدد القروض علشان تفضل تلعب تقتلد وتسدد قروض عشان تحقق سعر الفايدة المرغوب فيه ان هو يعمل لها توازن في الاستثمار القانون التالت بقى في المالية الوظيفية هنا بيقول ايه خاص بتقوية القانونين السابقين اذا اقتلت الحاجة اليه فعندما تدار الاربع الاربع حاجات انفاق الحكومي والدرائب والاقتراض وسرد القروض دول عن طريق المالية المبادئ المالية الموظيفية فان اي زيادة في النفاقات عن الايرادات اذا لم يمكن مواجهتها عن طريق الاكتناز يجب ان تواجه عن طريق طبع نقود جديدة قال لك بقى ايه خلاص بقى لو استخدمنا الانفاق الحكومي والدرائب واستخدمنا الاقتراض وسرد القروض لو لسه في كساد او لسه في حاجة ممكن نطبع فلوس بقى يبقى الحل بقى لو خلصت الاربع ادوات دول وما فيش نتيجة ومعلجناش الكساد نعمل ايه نطبع فلوس والعكس لو عملنا زيادة في الانفاق وتقفض في الدرائب واقتراضنا وسددنا القروض وبرضو مفيش مواصلناش لنتيجة المرغوبة في حال معرفناش نعالج التضخم فممكن نعدم الفلوس او ننعيش بها الاقتناز يعني نقلل سرع الدوران الايه النقود يبقى اذا الادوات اللي قالت عليها المالية الوظيفية ديت هي كلها بتعدل الطلب الكلي يعني بتعدل منه بحيث تعمل على زيادته في اوقات الكساد وتعمل على تخفيضه في اوقات الرواج يعني نفس الفكرة تقريبا بس بادوات مختلفة الفكر الرابع هنا او برضو داخل المدرسة الكنزية الفكر الماسجريفي اه في توازن ومرونة الموازنة العاملة ده اه ماسجريف ده او ريتشارد ماسجريف عمل نظرية في المالية العامة ونشرها في سنة ستة وخمسين تقريبا او في آخر الخمسينات هو بيختلف في ايه بيتفق مع ابا ليرنر وهانسين في حاجاته بيختلف في حاجات تانية اه بيتفق معاهم من ناحية المجموع الكل للانفاق يبقى يبقى هو بيت لكن بيختلف في التفاصيل يعني ما فيش بيتفق معاهم ان احنا المجموع الكل للانفاق بقى فيه مرونة لكن في التفاصيل جهة بيختلف معاهم طيب هو بيقول ايه اه ماسجريف او ريتشارد ماسجريف بيقول ان هدف الموازنة لا تلت اهداف احنا اساسا الموازنة لازميتها اياه وبنعمل بها ايه اول هدف لها تخصيص جزء من الدخل القومي للانفاق على الخدمات العامة يبقى الموازنة العامة للدولة هدفها رقمه الاول ان هي ناخد جزء من الدخل القومي وننفق بيها على الخدمات العامة الهدف التاني تحقيق توزيع عادل للدخل القومي بين المواطنين اللي قال العدالة في التوزيع الهدف التالت المحافظة على توظف كامل ودائم مع سبات في مستويات الاسعار وتحقيق النمو الابتصادي يبقى دول التلت اهداف للموازنة يبقى هقل لك ايه هنعمل لكل هدف موازنة فرعية يبقى التلت اهداف دول بيرى ماس جريف ان كل هدف من هذه الاهداف له فرع خاص او موازنة فرعية داخل الموازنة العامة للدولة الهدف الاول الموازنة بتاعته اسمها الموازنة الفرعية للتخصيص او اللوكيشن برانش او فرع التخصيص بتشمل هذه الموازنة على توفير الخدمات العامة والتي تتضمن الحاجات الاجتماعية والحاجات المشتركة بين القطاعين العام والخاص التي يمكن ان يقوم بها القطاع الخاص كالتعليم والصحة والتي اطلق عليها ماس جريف وتمول هذه الخدمات جميعا عن طريق فرض الدرائب يبقى اول فرع في الموازنة اسمها موازنة التخصيص ده عشان نوفر الخدمات العامة ننتج بها الخدمات العامة ولازم الموضوع ده يمول عن طريق الدرائب ما ننفعش فيها اقتراض يبقى انتج الخدمات العامة سواء السوشل وونتوس او الميرت وونتوس زي التعليم والصحة والحاجات والطرق والكبال لازم تمول باقتراض طيب الموازنة التانية اسمها الموازنة الفرعية للتوزيع وده هدفها تحقيق العدلة في توزيع الدخل اللي هي اسمها او فرع التوزيع اللي هي التحولات النقدية والدعم بقى يبقى الفرع ده يجتمل على دفع التحويلات النقدية لصالح الفقراء ومحدود الدخل والتي تضمن لهم حياة كريمة ويمول هذا الفرع ايضا عن طريق الدرائب يبقى الفرع الخاص بالدعم ودعم محدود الدخل وهدف الموازنة هنا توفير رعاية او توفير تحولات نقدية للفقراء بتضمن لهم حياة كريمة ايضا برضو الدعم هنا او التحولات النقدية للفقراء يجب ان تكون او يجب ان تمول عن طريق الدرائب يبقى هنا في الموازنة الاولى موازنة التخصيص وموازنة التوزيع يبقى الانفاق العام هنا في البندين دول لازم درائب ما ينفعش فيها اقتراض الفرع التالت اللي هي الموازنة الفرعية للاستقرار الاقتصاد البرانش البرانش دوت او الفرع التالت للموازنة هدف وهنا بقى السياسة المالية هو زيادة حجم الانفاق الحكومي او التحولات النقدية او خفض اسعار الدرائب في حالة وجود الكساد يعني ده بقى هدف علاج الكساد واعلاج التضخم العكس في حالة التضخم هتهدف السياسة المالية الى تخفيض الانفاق الحكومي او التحولات النقدية او زيادة اسعار الدرائب وبهذا تحافظ السياسة المالية على مستوى ثابت من النشاط الاقتصادي يضمن مستوى معقول من العمالة والنمو الاقتصادي يبقى باختصار اه مصجري في يرى ان هناك تلات موازنات موازنة التخصيص وموازنة التوزيع موازنة الاستقرار الاقتصادي موازنة التخصيص وموازنة التوزيع دول لابد ان يمولوا عن طريق الدرائب اما الموازنة التالتة بقى اللي ها موازنة الاستقرار دي بقى يبقى فيها مرونة زي ما يبقى نادل بروفيسور ماسجريف بايه بقى بمبدأ التوازن في موازنة التخصيص والتوزيع يبقى موازنة التخصيص والتوزيع قادي التخصيص والتوزيع يمولوا عن طريق الدرائب ويكون فيهم ايه ويكون فيهم توازن ولكن بالنسبة للموازنة العامة في مجموعها وبندب مبدأ المرونة في الاستقرار يبقى قالك في التخصيص لازم اعمل توازن في التوزيع لازم يحصل توازن في الموازنة انما في الاستقرار مو يبقى فيه مرونة حسب الحالة بقى حسب الكساد والرواب لكن الموازنة كلها العامة في مجموعها هتكون اعمى موازنة عجزة او فائد حسب الحالة الاقتصادية حسب موازنة الاستقرار لو موازنة الاستقرار فيها فائد يبقى الموازنة الكلية يبقى فيها فائد ولو موازنة الاستقرار فيها عجز يبقى الموازنة الكلية يبقى فيها عجز وتكون الموازنة في حالة توازن فقط عندما يكون فرع الاستقرار في حالة توازن اي عندما يكون الانفاق الخاص مضافا الى انفاق الحكومي المتعلق بفرعية التخصيص والتوزيع عند المستوى الصحيح. يبقى قال لك الموازنة فيها يبقى باختصار الفكر المسجريف. قال لك الموازنة فيها ثلاث فروع أو الفرعين التخصيص والفرع الثاني التوزيع. دول يجب أن يمولوا عن طريق الضراب ويكون فيهم توازن. إنما الفرع الثالث اللي هو الاستقرار الاتصادي. مش شرط يكون فيه توازن. ده حسب الحالة الاتصادية. تمام? توازن الموازنة ومورون العامة ومورنتها بين الكلاسيكين والكنزين. خلاصة القول هنا ما هو الفرق بين الفكر الكلاسيكي والفكر الكنزي؟ إن الخلاف بين الاقتصاديين الكلاسيكيين والكنزيين إنما هو اختلاف حول دور الدولة في الاقتصاد القومي فالاقتصاديون الكلاسيك يعتقدون أنه يجب أن يكون دور الحكومة ضعيفا في الحياة الاقتصادية فالانفاق الحكومي في نظرهم لا يضيف طاقة انتاجية إذ لا يعد أن يكون سحب للموالد من القطاع الخاص لاستخدمها في الانفاق الحكومي ومن ثم لا بد أن تكون الموزنة العامة متوزنة إذن يرى الكلاسيك دور الدولة لا بد أن يكون ضعيف هم شايفين أن دورها غير منتج وبالتالي مالهاجدور أساسا إذن الخلاف بين الاقتصادين الكلاسيك والكنزيين هو خلاف على دور الدولة ده المبدأ الأساسي الكلاسيك شايفين الدولة دورها أقل أو يجب أن يكون ضعيفا بينما الكنزيين يرون أن الحكومة تعتبر قطاعا مستقلا ويجب أن تكون العامل الموازن لتحقيق الاستقرار هنشوف إذن السياسة المالية فعالة من وجهة نظر كنز يعني كنزي هنا عايز يثبت أو إثبات إذن السياسة المالية تكون أكثر فعالية خلال الرسم البياني ده أنا فيه عندي حالتين فيه عندي حالتين حالة مرونة سعر الفايدة بالنسبة للإستثمار كنزي قال لك في أوقات الكسات في أوقات الكسات الشديد بتبقى إيه فيه هناك حالة عدم مرونة لإستثمار بالنسبة للسعر الفايدة وفيه حالة مرونة فهنا في أوقات الكسات نبص كده في قادي الدخل القومي برضو برضو وقادي سعر الفايدة باستخدام النموذج ISLM لو أنا حطيت هنا IS0 المنحنة IS هنا عدم المرونة عدم المرونة بالنسبة للسعر الفايدة لأنه ده في حالة الكسات وده المنحنة LM المنحنة إيه اللي هم هنا مارن بالنسبة للسعر الفايدة لأن كنزي اختلف مع الكلاسيك فيه حول سرعة دولان النقود وهنا سعر الطلب على النقود هنا حساس لسعر الفايدة أي مارن بالنسبة للسعر الفايدة هنا هيحصل التوازن هنا إيه عند النقطة إي نوت فمستوى الدخل القومي هيبقى عند Y0 ومستوى سعر الفايدة هنا هيبقى I0 طيب في حالة بقى السياسة المالية هتلقى للمنحنة IS من IS1 إلى IS2 في الحالة دي هنا هيحصل توازن جديد عند النقطة إي تو فمستوى الدخل القومي هيزيد من A من Y0 إلى Y1 وسعر الفايدة هتزيد هنا في الحالة دي الزيادة في الدخل القومي بكامل قيمة المضاعف يعني ما فيش مزحمة هنا يعني لو هو كنزة عايز يقول ايه في حالة الكسادي الشديد زيادة الانفاق الحكومي مش هتأثر خالص على القطاع الخاص مش هتقلل الانفاق خالص يعني الحكومة قامت صرفت جنيه هيحصل ايه مش هيترتب عليه اي انخفاض في القطاع الخاص فهيزيد الدخل بالكامل قيمة مضاعف الاستثمار طبعا احنا عارفين فكرة المضاعف ان المضاعف هو الزيادة النهائية في الدخل نتيجة زيادة اولية في الاستثمار يعني لو زاد الدخل القومي بجنيه لو زاد الاستثمار سوري بجنيه فهيزيد الدخل القومي بنقدار اكبر من الجنيه ده يبقى هنا مفيش مزحمة المزحمة هنا زيرو يعني دور الحكومة ما بيزحمش القطاع الخاص ده في حالة الكساد. لكن في حالة مرونة الاستثمار بالنسبة لسعر الفايدة اللي هي الحالة التانية اللي تحت دي بقى اهو. هنا المنحنة اي اس مارين. مارين. هنا كان في الحالة الاولى عديم المرونة ده في حالة الكساد. هنا مارين. ففي الحالة دي مارين هيبقى فيه مزحمة جزئية. ده التوازن وده مستوى التخل ومستوى سعر الفايدة. السياسة المالية التوزعية هنا هتنقل اللي هي زادة المفاق الحكومي المنحنة اي اس لليمين. فيحصل ايه? هيحصل زيادة في الدخل وزيادة في سعر الفايدة. ولكن هنا لو سعر الفايدة ما كانش زاد كان حصل الدخل زاد لواي اه تو. فيصبح هنا فيه اثر مزحمة جزئية هو الجزء ده الاصفر ده. يعني السياسة المالية هتنقل الدخل من واي زيرو لواي وان. طب لو ما كانش سعر الفايدة زاد كان اتنقل الى واي تو. يبقى المسافة من واي وان الى واي تو الجزء ده اللي هو اللي بالاصفر ده ده اثر المزحمة. يعني برضو هيبقى فيه فعالية للسياسة المالية هنا هي. يعني فيه الدخل القومي زاده اتنقل نتيجة للسياسة المالية. وهنا فيه مزحمة جزئية. هنا مفيش مزحمة خالص. يبقى كنز عايز يثبت ان السياسة المالية فعالة في زيادة الطلبة الكلي. من الاخر كده كلام ده عايز يقول ان السياسة المالية هتعمل زيادة في الطلبة الكلي. وده بتوقف بقى لو الكساد شديد قوي فهتبقى زيادة كبيرة جدا. لو الكساد مش شديد هيبقى زيادة جزئية. انما الكلاسي كانوا شايفين زي ما شوفنا بالرسم الباني. السياسة المالية مش هتأثر اصلا على الطلبة الكلي. مش هتزاودوا جنيه واحد. مش هيزيد خلص الطلبة الكلي. وبالتالي هم شايفين السياسة المالية غير فعالة. يبقى دي وجهة النظر المدرسة الكلاسيكية عن السياسة المالية. ولما اقصد بالسياسة المالية هنا عجز الموازنة والدين العام والكلام ده كله. كده يبقى انا خلصت المدرسة الكنزية ونشوف اه انتهت المحاضرة كده وكده تناولت فيها المدرسة الكنزية. تناولت وجهة نظر كنز ثم اه وجهة نظر اه اه قادمة في المدرسة النيو كلاسيكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.